البداية بمعرض الصحافة وأهم تنقلته صحفنا الرياضية المحلية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق للخامس أفريل الـ 2016 البداية مع الشباك التي افتتحت يوميتها وافتتحت عددها اليوم بهذا العنوان منعرج الموسم في إشارة إلى القمة المرتقبة صهرة اليوم بين أتيتيكو مدريد الإسباني وبرشلونة الإسباني أيضا في منافسة دور أبطال أوروبا في دورها الربع نهائي مباراة قوية منتظرة ويسعى فيها فريق الأتليتيكو إلى استغلال العامل البدني والانقضاظ على الكاتلان لتحقيق نتيجة مرضية تساعده على التأهل ولعيب مباراة مريحة في الإياب الشباك رصدت أيضا التشكيلتين المحتملتين لهذه المباراة فالخط الهجومي لفريق أتليتيكو مدريد أو المدرب الأرجنتيني دييغو سيميون يعول على جريزمان في القاتلة الأمامية للروخي بلانكوس أما البرصة فبنجومها العالميين وبالأمسان هذا الأمسان الذي ينتظر أن ينتفض في هذه المباراة بعد أن مر جانبا في الكلاسيكو الأخير ضد ريال مدريد أين لم يجد ظلته في هذه المباراة إلى قمة أخرى باضاري الأبطال جاهز لنسور البرتغال هذا ما عنونت به الشباك فيما يخص مباراة اليوم الأخرى بين باير مينيرخ المرشح الأبرز لتتويج بصاحبة الأذنين وأيضا بان في كاليسبون الفريق القوي محليا والذي يشارك دائما في دور أبطال أوروبا مباراة قالت عنها الشباك بأنها منتظر أن يفوز بها باير مينيرخ بالنظر إلى فارق المستوى وأيضا لاستغلال عاملاء الأرض والجمهور ودائما مع الشباك تصريح أنطونيو كونتيا الذي قال بينهم متحمس جدا لبداية عمله في تشيلسي وهذا بعد أن أعلن النادي الأزرق أو النادي اللندوني عبر موقعه الرسمي أمس عن تعاقده رسميا مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتيا الذي يشرف على المنتخب الإيطالي المقبل على استحقاق نهام أوروبي هو كأس أوروبا المزمع إجراؤها في فرنسا 2016 ونختم مع الشباك بهذه الصورة الرائعة للكبيرين باب جوارديولا مدرب باير مينيرخ الحالي وأيضا الأستاذ يوهان كريف الذي غادر الحياة الأسبوع الماضي حيث قالت الشباك الإبن والأب الروحي للكرة الكتالونية والكرة الشاملة التيكي تاكا في صورة تجمع جوارديولا ومدربه كريف سنوات التسعينات إلى لوبيتور الناطقة بالفرنسية لوبيتور تحدثت عن جديد المنتخب الوطني حيث قالت بأن رورا ويستفسر عن مارك فين موتس مدرب المنتخب البلجيكي الحالي وأيضا البوسني السوسيتش مقترح على الفاف وهو يترقب ربما اتصال من رورا ويستفسر رغم أنه مرتبط مع المنتخب البلجيكي بعقد إلى رورا ويستفسر رئيس الاتحاد الجزائري للعبة يضعه أولوية أولى للإشراف على المنتخب الوطني أما الفرنكو بوسني السوسيتش فهو الآخر يترقب وهذا المدرب يملك مواصفات عالمية خاصة وأنه أشرف على المنتخب البوسني فيما سبق وراتبه لا يتعدى 30 ألف يورو شهريا ترجمة نانسي قنقر